أحياناً في مشكلتك هناك أطراف متنفذة قوية كلها تحاول أن تضرك ولكن من دواعي الطمأنينة أن تعلم أن إرادة الله فوق إرادتهم جميعاً يوسف عليه السلام أرادوا قتله فلم يموت أرادوا إبعاده عن أبيه فازدادت محبته باعوه بثمن بخص فصار ملكاً فلا تقلق من تدابير البشر أقصى ما يفعلونه إرادة الله بك لذلك قال صلى الله عليه وسلم يوصيتي لابن عباس ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك اشتركوا في القناة